بقول ربنا وفق فريق الداخلية فريق بيقاتل رغم موقفه كابتن عيد مرزيق زي ما بقول مدرب مدرب محترم مدرب كبير هل يقدر انه هو ينتشر فريق الداخلية من الموقف اللي هو فيه حنشوف ولكن الفترة الاخيرة خلينا نقول ان فريق الداخلية فريق يعني بقى مكافح برضو ابتدى المستوى الفني يعلى بشكل كبير ولكن الموقف صعبه ده اكيد بيحط ضغوط كبيرة قوي على اللعيبة ولكن على قد ما اللعيبة حتتعب وحتقاتل على قد ما ربنا حيوفقهم ويدلهم تعالوا نشوف تصريحات مارسل كولر تصريحات اللي قالها بعد المباراة وزي ما بقول لحضرتك مارسل كولر بصراحة شغال مع الاهلي بشكل كويس قوي الفترة الاخيرة حتى موضوع التدوير بيعمله بشكل كويس لقد تأثرنا بحرارة التقس في بداية المباراة مما ادى الى تأخر تسجيلنا للأهداف طبعا يعني كولر اكيد طبعا التقس طبعا صعب ولكن يعني ده فيه ناس بتلعب السعر بقى يعني انت احمد ربنا برضو ده انت لو لعبت السعر بعد الدنيا هتبقى صعب يعني صعب وبعدين احنا متعودين كده ممكن انت بقى ممكن تكون سويسري فممكن الدنيا بالنسبة لك احنا بالنسبة لنا الساعة 7 ده بقى حلوة جدا دلوقتي في ظل الحرارة اللي احنا فيها دي يجب الاشاء ده بقدرة فريق الداخلية علشان الهجمات المرتدة طبعا ما معملوش هجمات مرتدة يعني يمكن الهدف يمكن يقصد الهدف اللي هم سجلوا منه في اللحظات الاخيرة وبيقولوا يجب معالجة هذه النقطة وده يمكن ده الكلام اللي كنت بتكلمه مع حضراتكم من شوية ان الكولر اكيد مش هيبقى مبسوط بالهدف ده واكيد هيبقى له وقفة ويجب معالجة هذه النقطة في التدريبات والهدف الذي سجله الداخلية لا داعي له وعلى اللاعبين التركيز طوال المباراة وعدم الاستهانة بأي منافس وطبعا واضح ان هنا الراجل بيوجه رسالة للعيبة بتوعه العب التسعين دقيقة ما تفكرش ان انت عايز تطلع بالتلاتة بنته خلاص يعني زي ما بقول لحضرتك زي ما كانت مباراة النهار ده خلينا نقول مباراة سهلة ولكن لا في مباراة بتبقى مباراة صعبة ممكن تبقى كسبان واحد صفر يعني تخيل النهار ده هو تاني هو ده اللي بتكلم عليه هي كرة بينية ضربة الديفنس والراجل يمكن حتى رغم ان هو مش عايز اقولك ما حطهاش صح ولكن حتى هو مش ملكها محمود اوكا اوي ولكن طبعا يحسب له ان هو اخد القرار وكان عنده من الشجاعة ان هو يخلص على المرمى وزي ما بقول لحضرتك يمكن الشناوي يمكن اتضحك عليه هو متخيل انها هتحط هناك فالراجل برضو فاجئ كده ده سن رجل رغم انها مش قوية ولكن دخلت هدف ليه بقول لحضرتك كده لان مارسل كولر عارف ان فيه بعض المباريات ممكن يجي عليه هاجمة زي دي ويكون مثلا الراجل كاسبان واحد صفر يعني ممكن يعني مش عايز اقول لك صفر صفر مثلا والكرة دي مثلا يخسر بها مباراة لانه وارد جدة ولكن ممكن يكون مثلا رغم انه رايح ومهاجم ومضيع ممكن يكون كاسبان واحد صفر وتيجي كرة زي دي تبص تلاقي الماتش خلص واكيد كولر حيراعي النقطة دي نكمل التصريحات طلبت اللاعبين بالتركيز على استغلال مساحات والضغط على المنافس وهو ما انعكس ايجابا على اداء الفريق في الشوت التاني طبعا بتسئل على قلة مشاركة كريم الدبيس وكريستو فبيقول قرار مشاركة اي لاعب يتوقف على تقييمه الفني لاداءه خلال التدريبات وده كلام محترم جدا برضو اتسأل على محمود كهربا محمود كهربا سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بدءا من يوم الحد يعني خلينا نقول ان كهربا خلاص يعني خد ارصة الودن وخلاص الراجل قال لك ان هو بدءا من يوم الحد خلاص كهربا حيرجع يشارك في التدريبات الجماعية كلم هناك ثقافة خطيئة لدى اللاعبين مغادها انه يجب ان يلعب تسعين دقيقة كاملة بغض النظر عن الاداء ودوت يعني احنا اللي لسه متكلمين فيه والنها يرجع لي بس ياسر عشان دي نقط مهمة جدا بصراحة انا بصراحة بيعجبني مرسل كولر بالشكل اللي هو بيتعامل بيه جوه النادي الاهلي مع اللاعب يعني الراجل في اوقات معينة بتلاقي قاعد وبيضحك وبيهزر ويهزر مع ده ويهزر مع ده ويهزر مع ده ويهزر مع ده وعمل جوه حلو اللاعبه بتحبه جوه النادي الاهلي وطبعا مش هنتكلم على البطولات اللي حققها ولا انجازاته لان الانجازات ده هيت يشهد عليها الجميع ولكن حتة الزبط والربط اللي بيعملها مرسل كولر جوه الفريق داخل غرفة الملابس ده شغال فيها بنسبة 100% موفق فيها بنسبة 100% الراجل زي ما بيقولك بيهزحك ويهزر وبعد كده اما بيلاقي اي حاجة ومش شرط نقول خروج عن النص او 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 لان النادي الاهلي ما بيبقاش فيه خروج عن النص ولكن اما بيقرأ ان فيه لعيب بيفكر في حاجة او ان فيه لعيب مكشر او ان فيه لعيب بيحاول ان هو يعترض سواء باسلوب يعني بطريقة علناية او حتى ما من جواه او او الراجل بيبقى له وقفة والراجل بيقرس القرصة بتاعته ليه قرصة الودن اللي انا بقول عليها وفي نفس الوقت الراجل بيرجع بعد قرصة الودن يعني في نفس الوقت ما بيشلش من حد فالسياسة ده هيت دي سياسة كويسة وسياسة تؤدي للنجاح لانه الناس ما بتبقى هتبقى قاعدة وشايفة ان الراجل ما بيعديش مواقف ما بيعديش مواقف اي مواقف ما بيعجوش بتوقف عنه وبيحاسب هتبص هتلاقي الحاجات دي بتقل 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 وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك هو ما بياخدش الامور شخصية ما بيش اخصنص المواضيع انتهى راجل خدت عقوبتك انتهى مكانك موجود بس مكانك موجود من خلال ايه زي ما قال بقى من خلال التدريبات كل واحد تقيس وتقيمه فني من خلال اداءه في التدريبات انت راجل هتيجي وحتجتهد وحتمرن كويس هحطك هتلعب الراجل هحس انك بتتدلع الراجل حسيت ان انت مثلا ما لعبتش بعملك تمرينة مثلا بعد المطش ولا حاجة علشان افوأك وديك جرعة جرعة ليقفة لأ انت عجل ما لعبتش مع السلامة داية بتاع لأ يديك عقوبتك وخلاص